النار في منتصف لعبة خطيرة الجهد للعثور على الشخص الحقيقي المسؤول عن وفاة ابنه يدفعه الى الاماكن المظلمة من ناحية اخرى تأتي الرغبة بفكرة جعل طفل اخر يربط النار بنفسه سيكون هذا جدارا جديدا تم بناؤه بينهم وبين اتي لفصل الربيع مراسيم بروت كل الطلاق التي جعلت افسون وسلطان علامة الارودا تدفع اتش اوشليا الى الجنون على الرغم من كل اعتراضات ابنه يقرع باب كينانا مرة اخرى حالة كينانا مؤكدة هذه المرة سوف يتزوج هوليا ارد على استعداد حتى لاعادة افسون الى القصر من اجل شجب والدته من هذا الزواج ولا يدرك اي منهم كيف يتجه هذا الصراع نحو نهاية مأساوية من ناحية اخرى تنحدر اردا بين زينب وجمال مثل قطة سوداء ديسمبر اصبح قصر اتاهان فجأة المجلس المستهدف للحي كينانا مصنم على معاقبة شعبه التعيس باقصى طريقة ان الالم الشائع والرغبة والنار التي يتعرضون لها متشابكة بشكل لا اردي ان لا يبكي الدم في الربيع يشاهد النار تبتعد عنه من ناحية اخرى يحاول كينان القضاء على ايديز الدليل الوحيد الذي سيربط اختطاف دورك به لكن ايديز في يد الشرطة وسقط الحريق على رأس الرجل وهو يبحث عن اجابات لأسئلته تجبر ضغوط وتهديدات كينان السلطان وافسون على اتخاذ خطوة نحو الطلاق السلطان مصمم على فعل كل شيء لجعل افسون مربحة قدر الامكان للخروج من هذا الطلاق كل ما يحتاجه هو ان يكون قادرا على فخ اردا مكالمة هاتفية غامضة مع اتي الذي يبحث عن الشخص الحقيقي المسؤول عن وفاة ابنه تدفعه الى البحث عن الانتقام بنهاية الغير مؤكدة تنتشر النار الان مع الخوف من انها فقدت ذروتها الى الابد اسماعيل مجبر على مواجهته بالحقيقة المؤلمة هناك بالتأكيد شخص مظلم وراء ما حدث الدورك بينما محمد امير في طور التعافي يصادفه كنان مرة اخرى لقد حان الوقت لعائلة اتاهان لمواجهة خطايا الماضي محمد امير رد فعل للغاية على عودة كنان الى حياتهم بعد سنوات عديدة لانه يدرك الشر الذي يمكنه فعله لكن لن يكون من السهل جعل اتش اوشليا يرى هذا اتش اوشليا الذي يريد ان يطلق افسون وارودا في اسرع وقت ممكن لا يزال يأمل في ميديت من كنان بينما يقتربون خطوة بخطوة لمعرفة مصير الذروة النار والربيع والرغبة لا يدركون نوع المعاناة التي يتحركون نحوها حياة افسون والسلطان الان في راحة يد كينان السلطان يموت ويموت وينهض لحماية افسون ان عودة كينان الى حياة الاتاهانيين بعد سنوات عديدة تقلق كل من يعرف ما الذي تلاش بينه وبين ارماليا في الماضي فوليا التي تلوم اتش ارليا واردا اكثر من اي شخص اخر على ما حدث لمحمد امير لم تعد قادرة على ابقاء صوتها منخفضا تستخدم حنيف السر الذي تعلمته في حي كيست سيزلر لمحاصرة اخت زوجها غاني ميت كما لم ينسى السلطان ملاحظة الياس غير المقتملة انه مصمم على معرفة الخطأ الذي يعرفه عن افسون ولكن شيئا ما يحدث لاتي سيم ان كل حياة يبدو ان تتوقف في وقت واحد يتم فقدان ذروة يجد النار والربيع نفسيهما في منتصف عملية بحث تنفد فيها الامال تدريجيا النار تواجه اعظم الاحزان لا تزال كلمات فوليا يتردد صداها في رأس محمد امير لكن المرض قد استحوذ بالفعل على جسده وعقله لم يتبقى سوى علاج واحد الجراحة رغم الخطر على الحياة هذه الجراحة التي تمس حياة الجميع بطريقة ما تجرب ايضا تطورات غير متوقعة لسبرنغ انحي المؤسف جنازة تجري مع هذا الموت تظهر الاسرار التي تم اخفاؤها لفترة طويلة السر الكبير بين الشرك والياس سيؤثر ايضا بشكل مباشر على حياة افسون ومع ذلك فان المسروقات تواجه تهديدا لم تتوقعه ابدا بينما يتعاون صالح مع هوليا لانقاذ حياته لا يبقى السلطان صامتا في مواجهة هذه الخيانة لكن تشيرميليا تطلب المساعدة من مثل هذا الشخص عندما تكون كذلك ديسبرغ نوحيات المرء ستكون هي نفسها بعد الان ربما لا ترغب بحر في مشاهدة حياتها وهي تفلت من اطراف اصابعها هذه المرة انه مصمم على القتال من اجل النار وهذا هو السبب في انه يخاطر بكل شيء ويغادر الى سويسرا لكن الرغبة ستفعل كل ما يتطلبه الامر لمنع الربيع من الوصول الى النار يفتح القرط الذي تلقاه اتش اوشليا جبهة جديدة في حرب القوة داخل القصر باستخدام بطاقته الرابحة الجديدة ضد افسون وسلطان فانما يعطل خطط اتش ارماليا هوانيكات شفافة وليا كلا شيء فوليا مصممة على الكشف عن كل الاسرار من ناحية اخرى بدأت والدة ايهانة تعتقد ان صالح قتل ابنها بعد اسئلة الشرطة وما سمعته من المناطق المحيطة صالح الذي يخشى ان تذهب المرأة العجوزة الى الشرطة يهتم الان فقط بانقاذ نفسه عندما يحاصر اتش ارماليا غير مستعد لقابول ان بحر قد ابقى السر عن يوسف ايراك ارميران في الماضي في نهاية الربيع ستضربهم خطاياهم ونفاقهم في وجههم مثل صفع وحريق يحرق افسون وبهار في حريق لا احد بريء تستمر الحقائق في الظهور واحدة تلو الاخرى لن يكون مخفيا بعد الان ان الشخص الذي جعل الحياة صعبة على افسون في السجن الشخص الذي قصد حياته ليس بحر بل هشليا عند سماعي هذا سيعطي السلطان عقابا كبيرا جدا لهوله بحر التي لن تفقد الامل ابدا في عودة اتي تحطمت مرة اخرى بسبب الاخبار التي تلقتها تأتي مكالمة غير متوقعة الى هواتف بهار ومحمد امير العطاحان بينما يرقض الجميع نحو القصر فان مواجهة الموت ستسعج جميع الارصدة مرة اخرى الاسرار التي كان يعتقد انه تم التستر عليها تظهر مرة اخرى وتجد بحر نفسها على اللوحة المستهدفة في لحظة لم تتوقعها ابدا تتحول الاخطاء التي ارتكبها في الماضي الى سلاح قاس يستخدمه افسون ضده ومرة اخرى لا تبقى كذبة نخفية ان الحياة هي معلوماتي الفيديو انتهت هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات اشتركوا في القناة